موسيقى رغبة بتحسين الأداء السودانية توجه لتعديل وزاري ومطالبات بإبعاد الملف عن المحاصصة التغطي ترهن التعدد السكاني بالموازنة ومطالبات بإدراج تعديل سلم الرواتب بجدول الحكومة انخفاض تاريخي بمخزون العراق المائي وتحذيرات من مغادرة الأهوار لائحة التراث العالمية كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل أهلا بكم يعقد الإطار التنسيقي الأسبوع المقبل اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني لمناقشة التغييرات الجديدة على مستوى وزراء ومحافظين ومدراء وتؤكد مصادر للرابعان السوداني وضع رؤية شاملة لملف التغيير سواء لبعض الحقائب الوزارية أو المحافظين أو مدراء بعض المؤسسات الحكومية مضيفان هبرز الوزارات التي يدور الحديث عنها هي التجارة والاتصالات والنفطة هذا وأكدت لجنة التخطيط الستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي أن لجانة تقييم مستمرة بعملها وبجدية لتقييم أداء المسؤولين من وزراء ووكالة وزارات ومدرين عامين نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي قال أن نتائج اللجنة ترفع أولا بأول لرئيس الوزراء محمد شيع السوداني مع توصية باستبدالهم أو إقالتهم من مناصبهم مبينا أن السوداني سيرسل نتيجة كل لجنة بعد مناقشتها والتصويت عليها داخل مجلس الوزراء إلى البرلماني خلال مدة ليست القصيرة تتصدر وزارة النفط والتجارة والاتصالات قائمة التغييرات الحكومية إما البديل فسيكون من الكتلة ذاتها المنتمي لها الوزير من ثلاث إلى خمس وزارات ستطبق عليها أحكام التغيير لعدزها عن أداء مهامها بالمستوى الذي تتطلبه المرحلة الحالقة ولعدم انسجام عملها مع البرنامج الحكومي الذي وعد به السوداني التجارة والنفط والاتصالات من أكثر الوزارات المرشحة للدخول بهيكلية استبدال الوزراء الحديث يتحدث عن ثلاثة أربع وزارات مهيئة للاستبدال قد يكون فيها عدم قبول بقرارات أو نتائج العمل المنطات للكابينة الوزارية وبالتالي المنهاج هو مستمر في عملية التقييم وقرار النتائج لهذه التقييم السيد السوداني قد يختي هذه الخطوة حفاظا على كابينة الوزارية وأيضا حفاظا على الاتفاق السياسي الذي حصل ما بين القوى السياسية ورئيس السلطة الفيديو الكتل السياسية اتفقت مع السوداني على أن تكون متماشية مع قرار تغيير الوزراء الذين ثبت تقصيرهم في إدارة وزاراتهم ولكن شريطة اختيار البديل من الجهة السياسية نفسها التي يعود إليها الوزير المقصر الأسبوعين القادمين سيكون هناك إجراء كبير من أجل إجراء عملية تغيير لتلك الوزارات المتلكة في أداءها هذه معلومة ولا نتحدث بشيء أو رؤية استشفها من خلال مراقبة لا بل هذه معلومة الموضوع لا يأتي بوزير من خارج تلك الكتلة أو من خارج تلك الترشيحات بل تطرح على سيد رئيس الوزراء ثلاث أو أربع شخصيات وهو سيختار الشخص المناسب لتلك الوزارة تقارير الأداء والمنجز الذي قدمه الوزير منذ بداية إدارته للوزارة حتى لحظة تسليمها إلى رئيس الوزراء هي ما ستحدد التعديلات التي ستقع على الكابينة الحكومية للسوداني بعد انتهاء المدة المحددة التي أعطاها السوداني لإجراء الهيكلة الوزارية وسلمة التقارير على أساس المنجز والعمل المتحقق سيتم تقييم الوزراء أحمد ليث بغداد قناة الرابعة كشف مجلس نقابة المحامين العراقين عن سرقة في هيئة صندوق تقاعد المحامين بمليارات دنانير وقال عضو المجلس المحام أحمد عاصي في بيان أن غيابه منذ مدة تزيد على الشهر ونصف كان بسبب ما تعرض له جراء كشفه السرقات في هيئة صندوق تقاعد المحامين مضيف أن معدل السرقات بلغ للأعوام 2019 و2020 و2021 رقما مهولا قدره 17 مليار دينار معركة كبرى تخضها الحكومة لكبح جماح الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة يأتي ذلك في وقت يحتمي أغلب المتهمين بسرقة المال العام تحت مضلة أحزاب متنفذة الأمر الذي يصعب من مهمة رئيس الوزارة يتحرك البرلمان العراقي باتجاه تشريع قوانين جديدة للحد من آفة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لا سيما أن الحكومة تتعامل جديا في ملاحقة المتورطين بالفساد من خلال آليات جديدة اتبعها السوداني لخوض معركته الكبرى كما يصفها دائما ضد سرق المال العام هناك توجه نيابي من قبل مجلس النواب العراقي لجنة النزاهة البرلمانية من أجل تشريع قانون من أين لك هذا حقيقة هذا القانون إذا ما شرع سيكون دائم إلى هيئة النزاهة الاتحادية لأن هناك الكثير من قضايا الفساد التي شابت العملية السياسية ودخلت في أغلب مفاصل الدولة العراقية لذلك نحن كمراقبين لشأن السياسي ندعم هذا التوجه البرلماني من أجل إعادة واسترداد الأموال التي نهبت وعلى خلفية حوادث التواطئ الأخيرة لخروج المدانين بالفساد من السجون بكفالة أو بصفقة تهريب فتعيش الحكومة الآن تحديا صعبا إذا وجود أحزاب ومافيات تحمل فساد بيد أن السوداني يستعد لكشف شخصيات كبيرة متورطة بالاختلاص وخاصة الذين كانوا يشتركون في إدارة الحكومة السابقة نحتاج إلى إرادة سياسية ونحتاج إلى قرارات صعبة يعني كالعمليات القيصرية نحتاج إلى تصفير ملف الفساد من خلال دعوة الناس المطلوبين والكل يعرفهم أن يردون الأموال إلى الخزينة العامة وعائدات الفساد وعلى الرغم من توقيع جميع الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد اتفاقيات مع دول أجنبية وعربية لمكافحة الفساد إن العراق ما يزال يتصدر الدول الأكثر فسادا في العالم فضلا عن هدري ونهب الأموال التي تبلغ قرابة المئة والخمسين مليار دولار وتتفق الأوسط السياسية على أن ملاحقة الفاسدين من قبل الحكومة الحالية يحتاج إلى إرادة سياسية بعيدا عن المجاملات والمدارات لجهة دون أخرى فقار فاضل بغداد الرابعة رجحت اللجنة القانونية النيابية تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب لإقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية وقال عضو اللجنة الرئيس المالكي أن الأيام المتبقية من الفصل التشريعي الحالي لا تكفي لتمرير القانون وإن البرلمان ملزم بتمديد الفصل التشريعي شهرا واحدا لحين إقراره مبينا أن الفصل التشريعي سينتهي في السادس من شهر أيار المقبلة هذا وأكدت اللجنة المالية النيابية أنها ستتخذ كامل سلاحيتها بشأن جراء أي تعديلات ضرورية على بنود وفقرات الموازنة وقالت اللجنة أنها ستقوم بتخفيض ومناقلة وتعديد الفقرات وإضافة أخرى للوصول إلى توفق نهائي بشأن القانون أن موضحا الإجراءات ستسهم بتمرير القانون تحت قبة البرلمان دون أي معرقلات إلى ذلك رهنت وزارة التخطيط إجراء التعدد السكاني للبلاد بإقرار الموازنة المالية الاتحادية المتحدث باسم الوزارة عبدالزهر الهندوي أشار إلى أن تحديد موعد التعدد من اختصاص اللجنة العليا للتعدد السكاني بعد الاطلاع على جميع التوقيتات والإمكانات التي تطلبها الأمر وبيّن الهندوي أن الوزارة تحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة أشهر لإكمال متطلبات التعدد في حال إقرار الموازنة في غضون ذلك أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكرد الثاني محمى خليل أبرز الخلافات على الموازنة هي اعتمادها لثلاث سنوات أم سنة واحدة خليل ذكر أن الاختلاف الآخر يتعلق بوجود عجز كبير في الموازنة ويجب أن تعمل الحكومة على خفضه أو بيان آلية سده مشهيرا إلى أن سعر النفط الذي احتسبه أيضا وحل خلاف بين نواب يعتقدون أن هذا السعر عال جدا ويجب أن يتم تقليله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عزى مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء ارتفاع قيمة الدنار أمام العملات الأجنبية للسياسات المتوازنة للحكومة صالح أوضح أن مجلس الوزراء اتخذ سلسلة إجراءات تنسيقية ميسرة في المجال الجمهورية والضريبي والتجاري مبينا أن هذا الأمر أعطى استقرارا ومرونا عالية في تحريك نشاط صغار التجار لممارسة دورهم المباشر في الاستيرادة طالب النائب محمد القيسي رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني بإدراج تعديل سلم الرواتب على جدول أعمال المجلس والمصادقة عليها القيسي في وثيقة أكد ورود الكثير من المناشدات مناشدات الموظفين في الوزارات ومن مختلف الدوائر لأصحاب الرواتب المتدنية كونهم يعانون من سوء المعيشة وما يقابله من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية لافتا لأن هذا القرار من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في سياق آخر كشفت لجنة النفط النيابية عن وجود إرادة حكومية وبرلمانية بإقرار قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية اللجنة أكدت أنها بصدد مناقشة ومراجعة المشروعين كونهما من أهم القوانين المنظمة للعلاقة في مجال الانتاج والتصدير والعلاقة بين الإقليم والمركز مشيرة إلى أن تأخر إقراره ما جاء بسبب ما وصفته بعدم وجود إرادة سياسية سنوات عدة انقضت ولا تزال الخلافات السياسية تقف حائلا دون تمرير قانون النفط والغاز الأمر الذي يجعل جميع الاتفاقات هشة بين المركز والإقليم بثلاث نسخ مختلفة طرح قانون النفط والغاز منذ العام 2005 وحتى الآن جميعها لم تمرر نيابيا إثر الخلاف على مسألة إدارة الحقول النفطية لكن الاختلاف هذه المرة هو اشتراطه كرديا كملف أساس قبيل الدخول في تشكيل الحكومة قوان سياسية تبين أن النجاح في تمرير هذا القانون مرهون بتنظيم آلية تصدير النفط الخام وفق معايير الحكومة المركزية وثروات العراقية للشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب هناك بعض الاتفاق أن هناك يكون تصدير النفط والغاز من الإقليم هو بإشراف الشركة السومو يعني الإشراف على التصدير وبالتالي الحكومة المركزية ملزمة بدفع مستحقات الإقليم جولات تفاوضية متبادلة بين بغداد وأربيل شهدتها المدة الماضية لحلحة النقاط الخلافية حول قانوني الموازنة والنفط والغاز يرى فيها مراقبون استمرارا للهشاشة والتنصر عن الاتفاقات ما لم تمضي السلطة التشريعية بتمرير هذا المشروع أو سيكون بمثابة ضمان لتنظيم العلاقة بين حكومتي المركز والإقليم ويتكون مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي من 53 مادة أوجبت تأسيس مجلس اتحادي للنفط يترأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظات والأقاليم المنتجة وخبراء في النرط على أن يراعى فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي وبعد انحالة الخلافات السياسية بعدم تمرير النسخ الماضية لقانون النفط والغاز لأكثر من عشرة أعوام تواجه النسخة الحالية ذات المصير وترهن إلى الأيام المقبلة لقلب الموازن مصطفى الوش الرابعة بغداد ترجمة نانسي قنقر وجه وزير الكهرباء زياد علي الكوادر الفنية بالتحقق الميداني من وضع الطاقة وذلك عقب زيارة السوداني لأحدى محطات التحويل فاضل في بينن أمر بربط جميع المحطات بمنظومة اسكاد المراقبة التشغيل والتجهيز عن وعد وتشكيل فرق جوالة لتدخيخ السجلات ووقات التشغيل في المحطات ومنع الوزير القيام بأعمال السيانة أثناء فترة تشغيل المغذيات إلا بالحالة الطارئة وتوحيد برمجات المغذيات المتقابلة والمتدخلة شبكاتها لمنع أي تبادل تغذية أفادت لجنة التربية النيابية بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني وعد ببناء أكثر من 8 ألاف مدرسة عن طريق الاستثمار عضو اللجنة سالم العنبكي كشف عن وجود نقص كبير في المدرس بكل المحافظات من قبل المباني والرحلات ومستلزمات ونقص الكتب وغيرها الأمر الذي تطلب تدخل رئيس الحكومة كما لفت العنبكي إلى أن اللجنة طالبت وزير التربية بأن تكون طباعة الكتب جيدة ومقبولة وعدم هدر الأموال بهذا الملف تشكو مدينة الحلة في باب المنتركم النفايات على مدى سنوات أما الأسباب فغياب آليات التنظيفة وعدم موجود تخصيص مال كاف لهذا الملف بهذا المنظر كانت تغزي النفايات أغلب شوارع المدينة إلا أنها انخفضت نسبيا بعد تغييرات شهدتها بلدية الحلة طالت مدراء عامين ومسؤولي الأقسام الخدمية على مدار عدة أشهر تغييرات لم تكن إلا بداية العمل على تغيير واقع بلدية الحلة من هيمنة شخصيات يقال أنها حزبية فجوة حاولت من خلالها حكومة بابل إعلان مشكلة التنظيفات إلى شركات متخصصة لجزء من مدينة الحلة يوجد لدينا نقص وفجوة في خدمة البلدية مقدارها 40% وهذه متأتية من نقص بالآليات ونقص بالعمال مشكلتنا بنقص العمال حاولنا نعوضها حتى من إراداتنا لحد الآن ما جتنا إجابة ولكن إعلان ملف التنظيفات بجزء من بلدية الحلة أعتقد هو الحل الأمثل لمعالجة الفجوة المتحققة في بلدية الحلة لتحقيق نظافة ولتحقيق السيطرة على الأعمال والنشاطات 1600 شخص يعملون بصفة عمال نظافة ينقسمون إلى حملة شهادات وجزء من النساء أعداد ضاعفت من صعوبة انتشاري العدد المتبقي لتغطية جميع أزاء مدينة الحلة والسيطرة عليها فضلاً عن نقص الآليات المتخصصة بالتنظيف وعدم وجود ميزانية مالية كافية لسد حاجاتي على المؤسسات الخدمية جاري العمل على أعداد أو إكمال تم إكمال كشف لغرض ردم الفجوة ونستطيع أيضاً من خلال ردم الفجوة هذه أعداد كشفاته بأنه متعهد أنه يعالج فقط 40% من المناطق 40 إلى 50% من هذه المناطق على أنه بقية آليات المديرية وكوادر المديرية تغطي بقية المناطق ومن المؤملي أن تعلن المناقصة الرسمية على معمل تدوير النفايات إلى ما بعد عيد الفتر الأمر الذي سيساعد بتقديل نسب النفايات بصورة كبيرة زيد الشهيب الرابعة بابل اتفقت وزارة الموارد المائية على إنشاء ثلاثي السدود في إقليم كردستان متحدث باسم الوزارة خالد شمال ذكر أن عدد السدود التي تم الاتفاق على إنشائها في الإقليم هي سدو دلغة وامدوة وبركمان وأضاف شمال أن خطة الوزارة للموسم السيفي ستركز على تأمين مياه الشرب والبستانة بدرجة الأولى مبينا أن الطاقة الخزينية الحالية في السدود العراقية تزيد عن 9 مليارات متر مكعب أكدت وزارة الزراعان موسم الأمطار ساعد كثيرا في عملية الرأي ولم يكن هناك استخدام للخزين المائي هذا العام وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي أن قرار وزارته بزيادة مساحة الأراضي الزراعية يعتبر من الخطط الجريئة وأن التوسع جاء بالمساحة السحراوية على اعتبار وجود خزين ماء كبير مشيرا لأن الموسم المطري تكفل وحده بعملية الرأي ألقى انخفاض ملاسيب المياه بدلالها على معظم الأهوار في وسطة أما في ذيقار فالوضع مشابه إذ يحذر مختصون من خروج الأهوار من لائحة التراث العالمي التفاصيل في هذا التقرير المشترك الذي عده زميلان سجاد العطية ونور صادقة هذا المسطح المائي الذي يعتاش عليه الكثير من الصيادين في محافظتي وسط والديوانية أصبح اليوم مهجورا بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة على مساحة تقدر ب160 ألف دونم يقع ذلك المسطح المائي المسمى بهور دلمج أو هور عفك تنوع في أحياءه المائية وتعدد في أصناف الطيور غير أن انخفاض مناسيب المياه وارتفاع نسبة الملوحة قضت على أغلب الأحياء المائية كحال الأهوار في ميسان وذيقار هسا وضعنا صفر نهائيا ما كوا ناس بيه ناس ما تجيز الصيد ما بيه اللي السمش مال تكيل لمات ما قاعد يجيني خلف الله لها الشتويع مطرت حصنان نشاني قاب والله لما مطرت للأسوأ بعد وكان يعني خيرات بيه وبالعمارة وبالناصرية وبالبصرة من وسط إلى ذيقار والمشكلة ذاتها وواجهة الجنوب السياحية هي أيضا معرضة للتهديد تسبب انحسار المياه بانففاض مناسب أهوار ذيقار ومختصون رجحوا إنها مهددة بالخروج من لايحة التراث العالمي لعدم وجود حل لشح المياه الذي أضر كثيرا بالأهوار التي تشكل فروة اقتصادية كبيرة للبلد واجهة جنوب العراق السياحية معرضة للتهديد فانحسار المياه جعل مناسب أهوار ذيقار تقل بنحو كثير مختصون رجحوا إنها مهددة بالخروج من لايحة التراث العالمي لعدم وجود حل لشح المياه الذي أضر كثيرا بالأهوار التي تشكل ثروة اقتصادية كبيرة للبلد حقيقة هو تعرف من بعد الشح المياه التي عصبت في العراق كالكولة محوظ ذيقار بالذات نتيجة تغييرات المناخية وانحسار المياه وقلة المناسب وقلة التصاريف حقيقة يعني تعرف المتأثر الأول بهذه الشحة هو مناطق تشبايش والمنار والفود بحتوارها مناطق الأهوار وتعرف مناطق دخل ضمن لاحة التراث العالمي تعرض مناطق الأهوار إلى موجة جفاف حادة منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن عدم الاهتمام بهذه المناطق من قبل الحكومة المركزية برنامج الحفاظ على أهوار العراقي ملاذ تنوع البيولوجي والموقع التاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين ما زال يفتقر لوجود مشروع حكومي متوافق مع اشتراطات اليونسكو ظاهرة الجفاف من الظواهر الخطيرة التي تعاني منها منطقة جنوب العراق وخاصة في منطقة الأهوار والتي تهدد الأهوار من الخروج من لاحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو مطالباتنا من الحكومة المركزية الضغط على دول الجوار لزيادة الإطلاقات المائية وأيضا الضغط على منظمة اليونسكو انخفاض مناسب المياه والجفاف أثر كثيرا على الأهوار فيما تتعالى صرخات المواطنين والمختصين بضرورة إنعاشها قبل أن تخرج من قائمة التراث العالمي الذي دخلت بشق الأنفس ألم بكم من جديد أعلنت وزارة الخارجية إجلاء ثلاثة مواطنين عراقين جدد من مناطق الاشتباكات المسلحة في السودان الوزارة في بين ذكرت أنه تم إجلاء ثلاثة مواطنين عراقيين من الخرطوم وأصولهم إلى مدينة جد في السعودية هذا وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق عن إجلاء أربعة عشر عراقين من الخرطوم إلى منطقة بورت سودان فيما أشار إلى مقتل مواطن عراقي جراء الأحداث هناك هذا وبحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ألسعود الوضع الخطر والمعقد في حيث السودان تغريدة أن الاتصال الهاتفي شهد بعض الأوضاع الأمنية المعقدة في السودان فضلا عن مناقشة نتائج زيارة إلى دمشق شاكر الحكومة السعودية على دعمها إجلاء العراقيين من السودان في الأثناء استؤنفت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بعد فترة من الهدوء عقبت انتهاء هدنة عد الفتر المبارك في حين تتسارع عمليات إجلاء الرعاية الأجانب من البلاد وقال مصدر الحكومين الجيش يحاول إخراج قوات الدعم السريع من الأحياء السكنية وإن الأخيرة تعيد انتشارها من وقت إلى آخر في مناطق مختلفة بالعاصمة في غدون ذلك يتسارع نسق إجلاء الرعاية الأجانب من السودان في ظل هدوء القتال هذا وأعلنت منظمة الأمم المتحدة ارتفاع عدد القتل صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 24 قتيلا وأكثر من 3700 مصاب بيانوا في المنظمة ذكر أنها نقلت موظفيها بصورة مؤقتة من الخرطوم إلى برد سودان بإغرض إجلائهم للبلدان المجاورة مضيفة أن حوالي سبع من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية الدولية والسفارات وصلوا لبورد سودان بعد احتدام الصدامات العسكرية والارتفاع المتزايد للقتل ختم النشرة تكثر بأبرز مجاورة رغبة بتحسين الأداء السودان يتوجه لتعديل وزاري ومطالبات ببعاد الملف عن المحاصصة التخطيط ترهن التعداد السكاني بالموازنة ومطالبات بإدراج تعديل سلم الرواتب بجدول الحقوق انخفاض تاريخي بمخزون العرق المائي وتحذيرات من مغادرة الأهوار لائحة التراث العالمية مشاهدين الكرام للمزيد من ابداء الغراء والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دو تي بي وعلى مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستجرام تليجرام سناب شات وديك توك على اللقاء